ترأس غبطة الكاردينال بيرباتيسيا بتسبالة بطريارك القدسي للاتين بمشاركة السفير البابوي في الأردن وقبرص جارد دالتوزو وعدد كبير من الأسقفة والمطارنة وكهنة البطرياركية اللاتينية قداساً إلهياً حاشداً بمناسبة منح السيامة الأسقفية لسيادة المطران برونو فريانو كأسقف للكميسة الكاثوليكية في العاصمة القبرصية نيقوسيا وفي عدد القداس وصف غبطته هذه المناسبة بأنها لحظة جميلة في تاريخ الكنيسة اللاتينية تساعد على تعزيز إحساسنا بالجماعة والوحدة بدأ الاحتفال بدخول موكب الخدام والكهنة إلى القاعة المخصصة للاحتفال على وقع ترانيمة جوقة القداس وفي الختام وقبل البركة النهائية قام المطران برونو بدورة احتفالية حول المؤمنين المحتشدين ليمنحهم بركته الأولى كأسقف للرعية اللاتينية في قبرص